تستيقظ البيضاء غالبا على أصوات مدافع الميليشية التي ظلت منذ عام ونصف وهي تحاول السيطرة على مناطقها خلال الساعات الماضية شن الحوثيون هجمات على قرية ذيكالب في مديرية القريشية بقيفة رداع لكن المقاومة تصدت لها وبعد ساعات من ذلك ردت المقاومة على هذه الحملة بشن هجوم على تجمع لهم بحمة صرار تزامن هذا الهجوم مع هجوم مماثل على موقع بحمة المنقر في ذات المنطقة تبادل خلاله الطرفان إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة ليسقط عدد من القتلى والجرحة في صفوف الميليشية بالإضافة إلى أسر خمسة منهم وإعطى بعربة عسكرية تابعة لهم فيما قتل واحد من أفراد المقاومة وأصيب اثنان آخران وكعادتها حينما تعجز الميليشية عن إحراز أي تقدم تلجأ إلى قصف منازل وممتلكات المدنيين حيث قامت بالقصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة قذائف الدبابات على قرية ذيكالب دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا تستمر محاولات الميليشية في التوغل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة إلا أن هذه المحاولات تنكسر على متارس مقاتلها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة